اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نصائح وحية المقدمة لكم من اكسيوم اليوم سنقوم بعرض بعض النصائح والحركات المخفية في هاتف واوي ميت اس الجديد الحركة الاولى في الكاميرا الكاميرا في الواوي ميت اس رائعة جدا لذلك حرصت واوي على ان يكون الوقت المستغرق لفتح الكاميرا قصير جدا فعند مشاهدة الصور الخاصة بك في معرض الصور يمكنك المسح من اعلى لاسفل لتفعيل الكاميرا وانت في معرض الصور دون الحاجة لاغلاق التطبيق هذه الطريقة جدا سريعة في تفعيل الكاميرا ولن تفقد اي لحظة على الاطلاق فقط قم بالمسح من اعلى لاسفل الحركة الثانية هي ان الواوي ميت اس يوفر مجموعة رائعة من السمات او الثيمز التي من خلالها يمكنك تغيير واجهة الهاتف والطابع العام لهاتفك لهذا وضعت واوي تطبيقا خاصا يمكنك الدخول عليه واختيار الثيم الخاص بك الحركة الثالثة هي استخدام خاصية الناكل سينس حيث يمكنك استخدام مفاصل يديك في عمل حركات ذكية بالواوي ميت اس فمثلا يمكنك الضغط مرتين لاخذ سكرينشوت لشاشة هاتفك يمكنك ايضا رسم حرف معين لفتح التطبيق الخاص بهذا الحرف فعند رسم الحرف سي يتم تفعيل الكاميرا عند رسم الحرف ام يتم تفعيل مشغل الاغاني وهكذا لكن ما هو مثير هو انه يمكنك الان استخدام هذه الخاصية لرسم اطار معين على شاشة هاتفك وحفظها كصورة او مشاركتها مع الاصدقاء فمثلا يمكنك رسم اطار حول معلومة او شيء معين في صورة تم التقاطها او مشاركتها معك هذه طريقة جديدة في حفظ صورك او اخذ ملاحظات على الطائر الى هنا نأتي لنهاية حلقتنا من نصائح وحيا لهاتف واوي ميت اس الجديد ارجو ان تبدو اعجابكم بنا على صفحاتنا على فيسبوك ومتابعة تغريداتنا على تويتر تابعونا على انسجرام ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب شكرا لكم على متابعتنا على امل اللقاء بكم في حلقة جديدة مقدمة لكم من اكسيوم